بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي مشاهدي قناة نادي الأهلي في كل مكان أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة بملعب الأهلي زي ما حضراتكم تبعته خلال الأيام السابقة الحقيقة كان النادي الأهلي فاز في مباراته الأخيرة أمام نادي مصر المقصة بهدفين مقابل هدف واحد وقلت لحضراتكم النادي الأهلي في ذلك الوقت اعتلى صدارة الدوري العام المصري في اليوم التالي لهذه المباراة هزم نادي الزمالك المنافس نادي الأهلي على صدارة الدوري بهدفين مقابل هدف وحيد من نادي المصري البورسعيدي في مباراة الحقيقة كانت ما بين الفريقين طيب زي ما شفنا وزي ما بنشوف على مواقع التواصل الاجتماعي بالكامل وكل الناس اللي بتقابلنا تقول لي مبروك الدوري أنا حق أكرر هذا الكلام مرة تانية خلينا نتفائل وخلينا دايما متفائلين وخلينا دايما مبسوطين وخلينا دايما نبقى فرحانين ولكن الصح صح والغلط غلط الصح صح والغلط غلط الدوري ما زال في الملعب الدوري العام المصري ما زال في الملعب نادي الأهلي عنده 58 نقطة نادي الزمالك ونادي بيرامدز عندهم 57 نقطة وبالتالي الدوري ما زال في الملعب وهناك مباريات قادمة صعبة جدا سواء لنادي الأهلي أو لنادي الزمالك أو لنادي بيرامدز وبالتالي كل الكلام على أن مبروك الدوري مبروك أنت أخدنا الدوري خلاص الأهلي خد الدوري لا الأهلي لسه ماخدش الدوري والكلام ده أنا قلت لحضراتكم قبل مباراة نادي الزمالك قلت لكم حتى لو نادي الأهلي فاز على نادي الزمالك في هذه المباراة ما كانش هيبقى ده أو ده هيبقى طريقنا الإعلامي إلينا هنقول مبروك لا ما فيش حاجة اسمها مبروك أنا قلت لحضراتكم دايما آه نتبسط ونفرح إن إحنا بقينا في صدارة الدوري العام المصري على رغم من برضو معرفش انا لما اجي افكر فيها من ناحية انا انا معرفش من ناحية الجمهور الحقيقة ولكن من ناحيتي انا دايما بشوفها عادي طبيعي ده ما كانت طبيعة جماعة النادي الاهلي ما كانوا الطبيعة ان يكون متصدر للدولي العام المصر مش ما كانوا الطبيعي ان هو يبقى التاني او التالت او الرابع تاني تالت رابع لغاية التمنتاشر كلهم زي باع طبعا باستثناء التلت فرق اللي هتهبط فاللي عايز اقوله دايما لحضراتكم خلينا نفتخر بنفسنا كاهلوية خلينا نبقى دايما مبسوطين خلينا دايما فرحانين خلينا دايما متفقلين ولكن ما زالت دوري في الملعب هناك مباريات صعبة لكل الفرق التي تتنافس على صدارة الدوري العام المصري نادي الاهلي عنده مباريات كتيرة وصعبة نادي الزمالك عنده مباريات كتيرة وصعبة ما بين المباريات الافريقية نادي بيرامدز نفس الكلام وبالتالي يا جماعة مش عايز حضراتكم دايما ايه اه نتبسط ونفرح وعندناش اي مشكلة في كل دولة لكن لان نتبسط ونفرح لان المباراة دي تحديدا او صعود النادي الاهلي لصدارة الدولة ده شيء طبيعي جدا وكل حاجة ولكن اي ممكن كان عشان جاية بعد هزيمة قاسية الحقيقة من نادي سانداونز في المباراة في المباراة الذهاب في دور التمانية ان شاء الله ان شاء الله بكرة هنتكلم عن مباراة بكرة لسه قدامناش كتير هنتكلم فيها عن مباراة غدا النادي الاهلي ضد نادي سانداونز وحنشوف ايه اللي حصل ولكن زي ما بقول لحضراتكم الدوري ما زالة في الملعب مش عايز حضراتكم تفكروا بهذا التفكير نتبسط ونفرح ونحفل زي ما كل الناس بتحفل على بعض عادي جدا الكلام ده كلام طبيعي وبنشوفه على مواقع التواصل الاجتماعي ولكن دايما تخلي حضرتك تبقوا شايفين او حضراتكم شايفين ان لا لسه بدري المباراة القادمة مباراة صعبة على النادي الاهلي طيب ده بالنسبة لمباراة الدوري العام او مباراة الدوري العام